هناك في مخيمات النازحين بالعراق حيث تتلاشى الآمال وتضيع أجيال بأكملها بل يشك الإنسان أن يفقد آدميته وحقه في العيش تستمر المأساة منذ خمس سنين لا يتغير حالهم بتغيير حكومة ولا بانتهاء الحرب ولا حتى في الأعياد حيث لا مجال للفرح إن كان هناك متسع أصلا للحياة تمتد المخيمات من أربيل وكركوك ونينوى في الشمال نزولا إلى صلاح الدين وديالا وصولا إلى الأنبار على طول بقعة جغرافية مثلت في وقت ما دائرة صراع مشتعل لم يكن لسكان تلك المدن ذنب فيه فرحلوا عن مدنهم الخضراء إلى مخيمات تفتقد لأبسط مقاومات الحياة وتحوي آلاف المكلومين المفترض أنهم محميون من الدولة ولأن العراق دولة بشقين تذيع الأولى اهتمامها بالنازحين وحرصها على عودتهم على الشاشات فقط إلا أن أحدا لم يجد شيئا من تلك الوعود على الأرض بل جعل النازحون مادة للتجارة الانتخابية تارة وأخرى المالية بصفقات فساد كبيرة وملايين صريفت كإعانات عاجلة لضحايا الحرب انتزعت من أفواه الجوعة والعطشة لتودع في بنوك الساسة وذلك ليست تهاما فحسب بقدر ما هو أدلة وبراهين وشهادات واقع كما سرقت قسوة المخيمات بهجة العيد من النازحين أما دولة الظل الحاكمة فعليا بحسب الكثيرين فإنها تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم في ديالة وجرف الصخر وأماكن في الأنبار ونينوة بل أصبح ألم النازحين ومعاناتهم فاتورة يجب أن تدفع من سكان مدن بعينها تقالات عرف أنت وشي متحملين الجوع والتعب والبهدلة وكل شيء إن شان تبس يضل على عائلته متحملين كل شيء بيوتنا اتدمرت يعني مناطقنا راحة تحرمنا من شان هذا الظلم والظلم هنا لا ينطوي على الإهمال المتعمد بنظر النازحين فقط بل يتعدى إلى استهدافهم بشتى التهم فعوضا عن تضررهم ومأساتهم يعاملون على أنهم مجرمون مفترضون يعاقبون بدل أن يخفف عنهم وذلك في تناقض المفاهيم ما يشاهد على الواقع فبالتزامن مع الإهمال الحكومي أخذت منظمات عدة على عاتقها مساعدة النازحين رغم نقص الإمكانيات والعرقلة الحكومية عيد جديد ولا بارقة أمل في الأفق ولا حتى ما يسلي به النازحون أنفسهم المتألمة سوى دعوة قد تخرج بليل شديد الظلمة تشق طريقها إلى السماء حيث دعوة المظلوم لا ترد ترجمة نانسي قنقر